موسيقى بخطا مؤمنة بألا مستحيل لذوي الإعاقة كهذه التي يرتقي فيها السلالم وهو مكفوف لا يرى حقق الشاب الكفيف ذو الإعاقة في اليد اليمنى محمد سليمان شريف النجاح في الشهادة الثانوية العامة بتقدير حسن في المساق الأدبي قاهرا المستحيل الذي لم يستطع تحقيقه الكثير ممن هم في حال أفضل منه ولد محمد سليمان عام 1908 بمدينة أجمنى ونشأ في مدينة أدر الحدودية التي شهدت فيما مضى الكثير من الحروب ودرس فيها بعض فصول المرحلة الابتدائية قبل أن يفقد بصره عام 2007 إثر انفجار قنبلة من مخلفات الحروب عليه حاقة محمد سليمان شريف كانت بنظر الكثير مما عارفه نهاية ولكن محمد تمسك بالأمل واليقين القوي الذي أعاده واقفا وأوصله إلى عتبة باب مركز تاهل المكفوفين بكبالي الذي أخذ بيديه لإكمال مشواره التعليمي بتصميم أكبر مما جعله يحافظ دائما على المرتبة الأولى في كل الفصول الدراسية السابقة وذلك بالتعلم عبر طريقة البرايل التي مهدت الطريقة لمحمد الشجاه أنت لو شجي يعني مالغري مالغري تو أنت كميندك الشجاه تقدر أي مكان تقدر تنجح والترافاي الأمل الشهادة الثانوية ليست إلا بداية لمشوار الكفاح من أجل تحقيق حلم مواصلة الدراسات الجامعية والتخصص في العلم السياسية وخدمة الوطن هذه هي الغاية العريضة التي يريد أن يبلغها محمد سليمان ليس لنفسه بل للجميع نماتج الصمود والأمل الذي محمد واحد منها تؤكد بأن الإعاقة ليست في الجسد وإنما هي في العقول والأرواح